الشراكة بين وزارة المالية والممور الضريبي هي عنوان المرحلة القادمة إسهاماً في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الانتاجية وذلك من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الانتاج والتصدير في إطار الحزمة الجديدة ستعمل وزارة المالية على تجهيز منظومة متكاملة للمشاءات الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاؤها من عدد من الضرائب ومنها ضريبة الدمغة كما سيتم أيضاً تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ومن أبرز ملامح هذه الحزمة إقامة نظام مركزي للمقاصة لتسهيل على المستثمر أما مقابل التأخير الذي كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة تسهيلات الجديدة حداً أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة كما سيتم العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه حزمة التسهيلات الضريبية تشمل آلية جديدة متطورة لرد أعباء ضريبة القيمة المضافة تكون أكثر سهولة ويسراً بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين ويسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين وفي نهاية المطاف تأتي هذه الحزمة الجديدة كانطلاقة أولى في مصاري ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وهو الأمر الذي يتربع على أولويات السياسة المالية في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر